السلام عليكم واسعد الله ورقاتكم بكل خير انا ميرا من قناة ميرا كرافتس للاعمال اليدوية والخياطة وفي البداية اذا كنتوا اول مرة تشوفون القناة اتمنى اضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد واتمنى تسعدوني بلايك وتعلقوني على الفيديو اذا حبيته لان رأيكم يهمني راح اعمل صابون الفحم والطين وقبل عمل الصابون لازم تكون عندنا ادوات السلامة مثل قفازات بلاستيك وقناع للوجه ونظارات واقية للعينين وميزان الكتروني دقيق واكواب بايركس معيارية وملاعق سلاكون او بلاستيك واكواب بلاستيك حتى نتخلص منها مباشرة بعد قياس هيدروكسيد الصوديوم وخلاط كهربائي وانا عملت ربع المقادير ثم اقيص هيدروكسيد الصوديوم بدقة واحرص على عدم ملامسة للأيدي والأعين واذا لمسها نستخدم الخلف في غسل هذه الاماكن وكذلك اقيص الماء المقطر والافضل عدم استخدام مياه الحنافية لين فيها نسبة معادن يضاف هيدروكسيد الصوديومي للماء ببطء شديد مع التحريك المستمر ومن الافضل القيام بذلك في مكان جيد التهوية لانه راح تطلع غازات وابخرة قوية المفروض عدم استنشاقها والافضل أن لا يكون في المكان أطفال أو حيوانات أليفة ونلاحظ ارتفاع درجة حرارة الماء بعد إضافة هيدروكسيد الصوديوم وبعدها أضع وعاء هيدروكسيد الصوديوم في وعاء آخر فيه ثلج حتى تنخفض درجة الحرارة ثم أقيص الزيوت وبعدها أذوبها في حمام مائي صابون الوجه بالفحم منظف ومكوناته طبيعية بالكامل ولا يحتوي على مواد كيميائية أو ضارة بالبشرة ومن الأفضل إضافته إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة وإضافة الفحم للصابون يساعد على تنظيف الواجه بعمق والمكون السحري في وصفة الصابون هذا هو الفحم من منشط وله قدرة قوية على التخلص من السموم والزيوت والمواد الكيميائية والغبار والبكتيريا وينظف البشرة بعمق ويعتبر عنصر خامل ومن غير المحتمل أن يسبب حساسية أو تهيج للجلد إذا تم استخدامه بشكل صحيح وممكن تلاحظون أن الزيوت والأوساخ تجعل مسام البشرة تبدو أوسع وأكبر لكن مع استعمال الفحم المنشط تصدر المسام وتبدو البشرة أكثر نعومة وهذا الصابون ممكن يجفف بشرة الأشخاص الجافة لكن رائع مع أصحاب البشرة الدهنية والذين يعانون من حب الشباب وهو جيد لمن يرتدون الماسك لفترة طويلة لتسببه بعض الحبوب والبثور الصغيرة في الوجه وعلى جانبي الأنف وتهيج ببشرة الوجه بسبب أن الأقنعة تحبس الزيوت والعرق وتصبح البشرة أكثر عرضة للشوائب وعندما تنسد مسام الوجه من أشياء مثل العرق أو الشوائب فإنها تمنع زيوت الجسم الطبيعي من الخروج على سطح البشرة ثم تنسد وتصاب البشرة بالعدوى ثم ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والأطباء والممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية يرتدون الأقنعة منذ سنوات ويعرفون هذه المشاكل المسببة لها وليحل المشكلة تغيير الماسك وارتداء ماسك مصنوع من القطن 100% لأنه يسمح للبشرة بالتنفس في هذا الصابون أضفت مجموعة من الزيوت المفيدة للبشرة مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت بذور العنب وزبدة الشياء وزيت اللافندر كذلك أضفت الفحم وطين البنتونايت بعد إذابت الزيوت وزبدة الشياء أضيف هيدروكسيد الصوديوم إلى هذا الزيوت مع التحريك المستمر بالخلاط واستمروا بالخلط حتى يصبح الصابون مثل قوام اللبن ما أكثر الخلط حتى لا يصبح الصابون ثقيل وبعدها أضيف الزيوت الأساسية وطين البنتونايت طين البنتونايت مصنوع من الرماد البركاني يكون مشهون سالبا في حالته الطبيعية ويسحب السموم بنفس الطريقة وغالبا يستخدم الطين في تقشير الواجه وعمل الأقنعة لخصائصه الرائع في إزالة السموم أما الفحم المنشط هو الكربون المصنوع من قشور جوز الهند أو قشور الجوز ويتم تنشيطه عن طريق تبخيره في درجات حرارة عالية جدا ولكونها سالبة فهي تجذب السموم والمواد الكيميائية والبكتيريا والأوساخ وتحجزها وبعد ذلك أضيف زيت اللافندر العطري الأساسي لأنه مفيد للبشرة ومضاد لحب الشباب والبكتيريا ويساعد على تهدئة البشرة وطين غني بالمعادن وفيه نسبة عالية من المغنيسيوم مما يجعله مفيدا بشكل خاص لعلاج بشرة الوجه ومن الأفضل جميع الأدوات اللي استخدمتوها في عمل الصابون ما تستخدمونها في عمل الأكل تكون خاصة للصابون فقط وهذا الصابون طبيعي 100% وجميع الزيوت طبيعية وما يحتوي على مواد حافظة أو مواد مضرة للبشرة واستخدمت كبسولة من الفحم لكن تقدرون تستخدمون أكثر من كبسولة إذا أردتوا أن يكون اللون غامق وأسود بعدها يصب الخليط في قوالب صابون أو أي قوالب سيلكون تفضلونها ثم يغطى بالمناشف ويترك في مكان دافي لمدة 48 ساعة وبعد 48 ساعة يخرج الصابون من قوالب السيلكون ويترك ليجب في مكان بارد ومظلم لمدة 6 أسابيع وبعد 6 أسابيع تقدرون تستخدمون الأنفسكم أو تهدون الأصدقائكم وقاربكم أو تعملون منه مشروع من المنزل لزيادة الدخل وإذا دخلتم موقع إتسي راح تلاحظون الكثير من النساء يبيعون صابون طبيعي وكذلك الكثير من الناس يشرون منهم لأنه الناس الحين صارت تتجل الأشياء الطبيعية يبتعدون عن الأشياء الضارة والتي تحتوي على المواد الكيميائية ومن فوائد زيت جزء الهند للبشرة أنه مناسب لأغلب أنواع البشرة ومرطب طبيعي ويزيد إنتاج الكولاجين في الجلد ويزيل الخطوط الدقيقة والتجاعد ويزيل البقعة الداكنة عن البشرة ويمنع الالتهابات والزبدة الشية ترطب البشرة وتكافع شيخوخة البشرة وتعالج حب الشباب وتساعد على تقليل الالتهابات وتناعم البشرة ويستخدم زيت بذور العنب بشكل أساسي لترطيب البشرة ويتميز عن معظم الزيوت الأخرى بأنه لا يسد المسام إنما يخترق الجلد ويتركه ناعما ومرطبا كما يمكن لزيت بذور العنب أن يساعد في منع ظهور حب الشباب لاحتوائي على حمض اللينوليك كما يرسم في منع ظهور الشاعر تحت الجلد ومن فوائد زيت الزيتون للبشرة الحماية من أثار أشعة الشمس الضارة وترطيب وتغذية البشرة وتخفيف التجاعد وعلامات تقدم السن والتعقيم وتنظيف البشرة شكرا لكم حبايبي على المشاهدة وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل وغيرها مع ترك رابط لقناتي وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة